كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة في حاجة ماسة لمضاعفة الجهود التي تقوم بها جميع المؤسسات وخاصة المؤسسات الدينية في مجالات بناء الإنسان وترسيخ القيم ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة إن قول رسولنا الكريم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لهو دعوة لنا جميعا أن نتحل بالأخلاق الحميدة في جميع مجالات حياتنا متطلعين في هذا الصدد إلى مزيد من الجهود في بناء الإنسان بناء أخلاقيا وعلميا وثقافيا ومعرفيا ونوعيا من خلال استخدام جميع الوسائل الحديثة والأساليب المتطورة التي تتسق مع طبيعة العصر مستجداتي لينطلق الإنسان في تعامله مع غيره من خلال مبادئ سامية يعموها الخير والنفع والرفق والشفقة والرحمة بجميع الناس لتعيش كل الشعوب في أجواء من السلام والأمان ويكون منهجها عند الاختلاف قائما على أساس من الحوار والإقناع دون إكراه أو إساءة وفي الختام أؤكد أننا في حاجة ماسة لمضاعفة الجهود التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الدينية في مجالات بناء الإنسان وترصيخ القيم ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة كما أؤكد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير كل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح تلك الجهود